دلوقتي نتكلم عن تغير أوضاع التوازن العام في الاقتصاد في الجزئي الرابع من هذه الوحدة في البداية نقول أن الوضع التوازني العام في الاقتصاد يتأثر بالسياسات الاقتصادية سواء كانت توسعية أو انكماشية حيث تؤثر السياسات المالية على المنحنة IS من خلال تأثيرها طبعا على الاسمار بينما تؤثر السياسات النقدية على المنحنة الام من خلال تأثيرها على عرض النقود في البداية هنشوف تأثير زيادة الاستصمار على تغير أوضاع التوازن العام في الاقتصاد ونشوف الكلام ده بشكل مباشر على طول في الرسم بنقول يتحدد وضع التوازن العام في الاقتصاد عند نقطة التي يلتقي فيها منحنة الاس واحد مع منحنة الام وذلك فيها النقطة الواحد من هذه النقطة نسكة عمودة على المحور الأفقي فيتحدد الدخل عند الواي واحد وسعر الفايدة عند الار واحد وبزيادة الاستصمار ينتقل منحنة الاس من الوضع اس واحد إلى الوضع الجديد اس اثنين وعليه تنتقل نقطة التوازن من النقطة ن واحد إلى نقطة ن اثنين وبالتالي بيظهر لنا مستوى جديد من الدخل القومي عند الواي اثنين ومستوى جديد من سعر الفايدة عند الار اثنين طبعاً اللي أنا عايز أقوله دلوقتي أن بزيادة الاستصمار زاد الدخل القومي من واي واحد إلى واي اثنين نتيجة لزيادة وانتقال منحنة الاس من الوضع اس واحد إلى الوضع اس اثنين هذه هي الحالة الأولى لتغير وضع التوازن العام في الاقتصاد نتيجة لزيادة الاستصمار أو تغير الاستصمار طبعاً إحنا لو عايزين نفترض الحالة العكسية لو انخفض الاستصمار ايه اللي كان يحصل؟ كان المنحنة الأحمر اللي هو المنحنة الاس اللي هو طلع لفوق ده كان هينزل لتحت بهذا الشكل اللي أنا بعمله على المؤشر وبالتالي كان الدخل القومي هينقص ده كلام ده اللي في حالة نقص الاستصمار أما في حالة زادة الاستصمار المنحنة بيطلع لفوق وبالتالي بيزيد الدخل للقوم دي الحالة الأولى اللي احنا بنتكلم فيه الحالة الثانية اللي هي حالة زيادة عرض النقود هل زيادة عرض النقود بتأثر على وضع التوازن العام في الاقتصاد؟ طبعاً بتأثر إزاي؟ هنشوف في البداية الوضع العام للتوازن بيتحدد عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة ال-IS مع منحنة ال-LM1 وذلك فيها النقطة ال-D1 نسقة عمود يتحدد الدخل القومي عند ال-Y1 وسعر الفايدة برضو عند ال-R1 طيب بزيادة عرض النقود إيه لا يحصل؟ هي انتقل من المستوى LM1 إلى المستوى LM2 وعليها تنتقل نقطة التوازن من ال-N1 إلى النقطة N2 وبالتالي عند نقطة التوازن الجديدة N2 لو سقطنا عمود على المحور الرأس على المحور الأفقي يتحدد مستوى التوازن الجديد للدخل القومي عند ال-Y2 وسعر الفايدة الجديد عند ال-R2 يعني دلوقتي عند زيادة عرض النقود انخفض سعر الفايدة وبانخفض سعر الفايدة زاد الاستثمار وبزيادة الاستثمار زاد الدخل القوم ثلاثة هنشوف الحلقة السالسة اللي هي زيادة كل من الاستثمار وزيادة عرض النقود معاً أو يعني بنسب واحدة هنفترض دلوقتي ان دلوقتي اللي هيحصل ان الاستثمار هيزيد وعرض النقود هيزيد ولكن الملحوظة اللي أنا عايزة أقولها ان ال-Y2 هيزيدوا بنفس النسبة تقريباً فبنقول وضع التوازن العام في الاقتصاد بيحصل عند النقطة التي يلتقي فيها برضو ال-IS مع ال-LM وذلك عند النقطة 2-1 نسكت عمود على المحور الأفقي فيتحدد الدخل القومي عند ال-Y1 ثم يتحدد سعر الفايدة عند المستوى R1 بزيادة ال-S-Smart ينتقل منحنة ال-IS من المستوى IS1 إلى المستوى IS2 وبزيادة العرض النقود ينتقل منحنة ال-LM من المستوى LM1 إلى مستوى LM2 وعليه ينتقل نقطة التوازن من الوضع N1 إلى الوضع N2 وعند ال-N2 دي طبعاً لو أسقطنا عمود على المحور الأفقي هيتحدد الوضع التوازني الجديد للدخل القومي عند ال-Y2 يعني لنا عايزة أقوله زاد الدخل القومي من الوضع Y1 إلى المستوى Y2 بسبب زيادة الاستثمار وزيادة عرض النقود مع سبات سعر الفائدة إذن زيادة الاستثمار وزيادة عرض النقود بنفس النسبة تؤدي إلى زيادة دخل القومي وسبات سعر الفائدة